بذكر بقى الخروج خلونا نشوف مواعيد الخروج لأنه السنة اللي فاتت واللي قبلها عد علينا رمضان بيتك بيتك كنا عاديم في البيت وكان أقصى أحلامنا نلاقي مكان فاتح نقدر نحتفل فيه ولا نخرج فيه بالليل لكن ابتدا من النهاردة قرارات الحكومة الجديدة بموعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان تقرر اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية قررت أنه غلق المحل والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان يبقى ساعة اتنين صباحا وده إنجاز كبير جدا للفاكر السنتين اللي فات وكنا عاملين إزاي لكن كمان بدأت قرارات بتسمح للكافهات أنها كمان تفتح للساعة اتنين بالليل وكمان دور العبادة وإقامة صلاة التراويح الكتير من الناس كانت منتدرها أنها ترجع وموائد الرحمن اللي هي واحدة من أهم التقوص الرمضانية واللي فعلا افتقدناها السنتين اللي فاتوا بدأت بقى كل المراسم والاحتفالات والأجواء المبهجة لشهر رمضان